شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين طلب بعض الإخوة الكرام أن نتحدث حول الرؤى والأحلام باعتبار أن بعض الحركات المبطلة وبالذات الحركات المبطلة التي ترفع راية المهدوية هذه الحركات تعتمد على الأحلام في إقناع كثير من الأفراد ويعتبرون أن الأحلام والمنامات دليل صدق دعواهم الحديث حول هذا الموضوع يدور بإذن الله تعالى حول محورين المحور الأول كيف تحصل الرؤى والأحلام المحور الثاني هل الرؤى والأحلام حجة في إثبات الأحكام الشرعية والقضايا العقائدية العقدية أم لا أما بالنسبة إلى المحور الأول كيف تحصل الأحلام كيف تحصل الأحلام كيف تحصل الأحلام يعني أن هناك تناقضاً كيف تحصل الأحلام بين العلم والدين العلم العلم له تفسير كيف تحصل الأحلام والدين والدين له تفسير آخر كيف تحصل الأحلام هل اختلاف التفسيرين اختلاف تناقض الجواب على ذلك كلا لا يوجد هناك تناقض لماذا لأنه العلم في تفسيراته للظواهر الطبيعية ينطلق من معطيات عالم الشهود وعالم الشهود عالم محدود مثل احنا في هذه الغرفة تحدنا هذه الجدران الأربعة لا نرى ما وراء هذه الجدران العلم يعتمد على معادلات عالم الطبيعة يعتمد على التحليلات المختبرية ويفسر الأحداث والظواهر وفق هذه المعطيات ولكن الدين ينطلق في تفسيره للظواهر من مدى أوسع الدين يحيط بعالم الغيب والشهود يحيط بالعالم كله وهذا عالم الشهود الذي نحن فيه جزء صغير من العالم ولا يمكن لأي عالم أن ينفي وجود عالم آخر العالم يقول لكم هذا مبلغ علمي ما يتمكن ينفي العلم العلم الحقيقي ما ببعد النافي يقول هذا هو الذي توصلت إليه بأدواتي أما يوجد هناك عالم آخر معادلات أخرى لا أعلم العلم يقول لا أعلم ولذلك الدين الذي يعلم والدين الذي هو محيط بالعوالم كلها عندما يفسر ظاهر معين يكون تفسيره أدق وأشمل وأعمق التفسير العلمي للرؤى والأحلام يعني ما يقوله جملة من العلماء أنها إنعكاس للواقع القائم هناك واقع قائم خارجي هناك واقع قائم ذهني هناك واقع قائم نفسي الأحلام إنعكاس لهذا الواقع القائم واحد عند تجارب يومية في الحياة ذهاب وإياب وآخذ وعطاء هذه الحركات الأعمال تنعكس في عالم الرؤية الفرد له أمنيات معينة كل واحد منه عنده أمنيات هذه الأمنيات تنعكس في عالم المناء إحنا عندنا مخاوف مخاوف الخوف ملازم للبشر هذه المخاوف تنعكس في عالم الرؤية ولذلك اللي يخاف من شيء من عدو هذا يرى أحلاما مرهبة واحد يطارد مثلا هناك رغبات مكبوطة إحنا عندنا دائرة الوعي ودائرة اللاوعي كثير من الرغبات عندنا مكبوطة هذه مو موجودة في وعينا وإنما موجودة في لاوعينا ولعلنا لا نجرأ على النطق بها والتعبير عنها وإظهارها وربما لا نجرأ حتى على التفكير فيها هناك ضوابط تحددنا ولكن في عالم الرؤية عالم الرؤية عالم انطلاق النفس النفس تنطلق فتظهر رغباتها المكبوطة إما بشكل مباشر صريح وإما بحالة كنائية حالة رمزية النفس عدها خلاقية خلاقية رمزية تخلق رموز معينة لتلك الأمنيات المكبوطة ولتلك الحالات المكبوطة هذا هو التفسير الذي يذهب إليه جملة من العلماء ولكن التفسير الديني يعني الذي ورد في الروايات المأثورة في الوقت الذي لا ينفي التفسير العلمي ولكن ينظر إلى القضية في إطار أوسع ويرى أن هناك عوامل غيبية تتدخل في صناعة الرؤية اللي العلم يده قاصرة عن الوصول إلى تلك العوامل الغيبية هناك رواية في بحار الأنوار المجلد الواحد والستون صفحة 191 هذه الرواية مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول الرؤية ثلاثة على ثلاثة أنواع بشرى من الله بشارة للمؤمن مثلا مؤمن يعيش في حالة ضيق وإذا به يرى في عالم الرؤية أنه المشكلة حلت بطريقة معينة يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إني رأيت أحد عشرة كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بشرة من الله روحنا مقيدة بتدبير هذا البدا مثل فد واحد شدي بعربانة ده يدفع هاي العربانة إذا واحد شدت به عربانة أكو في بعض البلاد يشدون العربانة بالبشر عربانة ثقيلة وهذا لازم يدفع هاي العربانة فد واحد كان يقول مسأل عهدته عليه في قضية طويلة الأرواح هكذا ترانا مثل فد مجموعة من الأفراد المنهكين المتعبين ده يجرون عربانة البدن هذا البدن ده يجرون فهذه الروح مشغولة بتدبير شؤون هذا البدن الواردات التي تتوارد عليها من هذه المنافذ الحسية العين هاي دائما العين ده الصور ملايين الصور تلتقطها عيوننا بل مليارات الأذن بقية البنافذ كلها ده تعطي رسائل إلى الروح فالروح مشغولة في عالم الرؤية هذه الروح تنطلق مو تنطلق انطلاق كاملة لأن إذا انطلقت انطلاق كاملة الفرد يموت وينتهي شوية انطلق الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها توفي يعني قبض فالله يتوفى يعني يأخذ هذه النفس وتنطلق اتروح إلى عالم آخر هناك أكو هنالك مقدرات أكو هنالك قضايا مكتوبة الروح ترتبط بذلك العالم فتكتشف أشياء فالنوع الأول بشرى من الله الله يبشر عباده المؤمنين النوع الثاني وتحزين من الشيطان الشيطان فد موجود مؤذي مخرب إلى أبعد الحدود شغل كل الفتنة والإفساد يأذين في عالم اليقظة حتى في عالم المنام يأذين أيضا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا في الآية الكريمة ففي عالم الرؤية يأتي و يريكم مناما مرعبا يأتيكم في صورة مرعبة فواحد يقوم من النوم وهو خائف خائف وقلبه يدوق هذا من أجه هذا من الشيطان هذا النوع الثاني النوع الثالث لاحظوا الدقة والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه أحاديث النفس شون تفكرون الانطباعات اليومية هذه تنعكس في منامكم شوفوا الدين يلتقي مع العلم في هذه النقطة الثالثة ويختلف عنه في أنه يكشف لنا أفق آخر بشرى من الله وتحزين من الشيطان والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه وقال صلى الله عليه وآله الرؤية من الله والحلم من الشيطان الرؤية يعني ما يرتبط بالله الحلم والأحلام ترتبط بالشياطين وهناك رواية أخرى مذكورة في هذا المجلد الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف الرواية معتبرة صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرؤية على ثلاثة وجوه بشارة من الله للمؤمن وتحذير من الشيطان لعله مصحف تحزين من الشيطان وتحذير من الشيطان وأضغاث أحلام أحلام مختلط لا بأس ننقل هذه الرواية ولو بنقول عن كتاب الدر المنثور ينقل هذه الرواية عن عمر بن الخطاب قال العجب من رؤية الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال فيكون رؤياه كأخذ باليد ويرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئا رؤيا صادقة ورؤيا كاذبة عمر متحير أنه ما هو تفسير ذال فقال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أفلا أخبرك بذلك إن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل إلى أجل مسمى فالله يتوفى الأنفس كلها يعني يقبضها فما رأت وهي عنده في السماء فهي الرؤية الصادقة وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها عند العودة تتلقفها الشياطين هذه الروح تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل شغل الشيطان الكذب وما أشبه ذلك فكذبت فيها فعجب عمار من قوله هذا منه ينقله الدر المنثور العالم السني المعروف السيوطي وهناك رواية أخرى أيضا راجعوها في صفحة 183 عن توحيد المفضل هذا بحث مختصر حول المحور الأول وهو أنه كيف تحصل الرؤى والأحلام تفسيران علمي وديني البحث الثاني المحور الثاني هل الرؤية حجة في إثبات الأحكام الشرعية وفي إثبات القضايا العقائدية واحد يدعي أنه اليماني هذه قضية واقعة بالفعل يأتي إلى عالم العلماء يقول له ما هو دليلك يحتاج إلى برهان يقول أنا عندي لك رسالة من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يقول أنت يقول نعم يقول هذه دعوة كبيرة وأحتاج إلى برهان ما هو البرهان ديننا ومذهبنا مبني على العقائد اليقينية مو مبني على الأحلام والمنامات وطلب منه برهانا معينا فاعتذر دليل ما كان عنده دليل هل الرؤية حجة من الناحية الشرعية هل تثبت شيئا هل تدل على صدق المدعي من رآنا فقد رآنا فإن الشيطان لا يتمثل بنا ماذا تفعلون مع هذه الأحاديث المروية في كتب الشيعة والسنة السنة أيضا راوين هذه الأحاديث في صحيح البخاري هذه الأحاديث مروية يعني حتى لا تتصور أنها مرويات شيعية فقط في صحيح البخاري باب باب مرأ النبي صلى الله عليه وآله في المنام يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي هذا في صحيح البخاري رقم الحديث ستة لاف وتسعمية أربعة وتسعين وعدة أحاديث أخرى وفي بحار الأنوار أيضا هذا المضمون موجود في هذه الصفحة صفحة صفحة 234 إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رآني في منامه فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ماذا تفعلون مع هذه الروايات المروية في الكتب السنية والشيعية وبشكل عام من رأى النبي في المنام رأى أهل البيت في المنام هل تفيد هذه الروايات حجية هذه الرؤية نجيب على هذا الإشكال بعدة أجوبة تققوا في هذه الأجوبة حتى نرى أن أي واحد من هذه الأجوبة قابل للقبول وأي منها مقابل للقبول الجواب الأول هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحات ولا معول على مثل ذلك هذا خبر ضعيف وخبر آحات ومن أضعف أخبار الآحات ولا يمكن أن نعتمد على خبر واحد ضعيف الاتجاه العام لعلمائنا أن الخبر الواحد إذا كان موثوقا به فهو حج أو إذا كان الراوي ثقة وبعض هذه الروايات روايات معتبرة فهذا الجواب الأول محل تأمل على مباني جمهور الفقهاء مثلا لاحظوا هذه الرواية الشيخ الصدوق في العيون والمجال صفحة 234 لاحظوا السند الشيخ الصدوق معلوم عن محمد ابن إبراهيم الطالقاني في هذا أكو كلام بعض يعتقدون بوثاقته عن ابن عقد ثقة عن علي بن الحسن بن فضال ثقة عن أبي ثقة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فالرواية على بعض المباني معتبرة لا بأس نقرأ الرواية قال له رجل من أهل خراسان يا ابن رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام كأنه يقول لي كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي واستحفظتم وديعتي وغيب في ترابكم نجمي أنا البارح شفت النبي صلى الله عليه وآله يقول لي هذه الكلمات فقال له الإمام الرضا صلى الله عليه أنا المدفون في أرضكم النجم الذي يشير إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو أنا وأنا بضعة من نبيكم وأنا الوديعة والنجم ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيام ومن كنا شفعاءه يوم القيام نجا إلى أن يقول ولقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رآني في منامه فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي هذا الخبر على بعض المباني طبعا معتبار صفحة مية وسبعة وسبعين هذه الرواية صحيحة الكافي عن محمد بن يحيا عن أحمد بن محمد عن محمد بن خلات عن الرضا عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصبح قال لأصحابه هل من مبشرات يعني به الرؤية هذه الرواية رواية صحيحة فهذا الجواب الأول محل تأمّل الجواب الثاني ما ذكره أيضا السيد المرتضى رحمه الله من قول هنا في صفحة ميتين وستعاش يقول على أنه يمكن مع تسليم صحته أن يكون المراد به من رآني فليقضي فقد رآني على الحقيقة لأن الشيطان لا يتمثل بي لليقضان إذا واحد شاء في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حياته هذا حتما هو النبي لا يقول محتمل أنه هذا التمثل بالنبي الأعظم من رآني يعني في اليقضة فقد رآني حقا هذا الجواب الثاني أيضا محل التأمر لأن هذه الرواية التي ذكرناها كان فيها تصريح من رآني في منامه فقد رآني في منامه وتلك الرواية تقول هل من مبشرات نعم على بعض مرويات العام هذا قد يكون في صدد الجواب عنهم أنه من رآني فقد رآني في مرويات العام ماكو في منامه فيراد به في حالة اليقضة فهذا الجواب الثاني أيضا محل تأمر الجواب الثالث إن الظاهر أن هذا من مسائل الأصول ولا بد فيه من العلم ولا يثبت بأخبار الآحاد المفيدة للظام هذا هو الجواب الثالث تعلمون أن المسائل نوعان مسائل فرعية ومسائل أصولية المسائل الفرعية مثل أنه الشك بين الثلاث والأربع حكمه كذا أما المسألة الأصولية مفتاح لعله لمئات المسائل الفرعية كما يقول المحقق النائني الكبريات التي إذا انضمت إليها صغرياتها تنتج أحكاما فرعية فقهية الخبر الواحد وإن كان معتبرا ينهض لإثبات حكم فرعي كالشك بين الثلاث والأربع وأما المسائل المفتاحية التي تترتب عليها ربما ألوف الأحكام الشرعية الفرعية هذه لا تثبت بالخبر الواحد هذا الجواب الثالث أيضا محل تأمل ليش لأنه إذا الخبر معتبر ما الفرق أن يثبت مسألة أصولية أو فرعية إذا الخبر معتبر إذا الراوي ثقة الثقة يحدث بمسألة فرعية كالشك بين الثلاث والأربع أو بمسألة أصولية مثل لا تنقض اليقين بالشك التي تبتنى عليها بقاء الأحكام السابقة في الشبهات الحكمية ما الفرق أن تكون مسألة أصولية أو فقهية فهذا الجواب الثالث أيضا محل تأمر الجواب الرابع يذكره صاحب القوانين رحمة الله عليه المدفون هنا في شيخان وينبغي أن يزار لأنه في الواقع من أبواب الله سبحانه وتعالى في القوانين في المجلد الأول في الصفحة الأخيرة صاحب القوانين يقول ورد بأنه فرع أن يعرفه بصورته في اليقظة حتى يصدق أنه رآح فلا يتم الإطلاق إذا واحد شايف النبي صلى الله عليه وآله يتمكن يقول هذا الذي رأيته في عالم الرؤية هو النبي أما إذا شفنا واحد في عالم الرؤية من ين نعرف أنه هذا هو النبي صلى الله عليه وآله أبو ذار إذا شاف النبي بالرؤية يتمكن يقول هذا هو النبي أما إحنا لم نرى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فمن قال لكم هذا هو النبي اللي رأيته في عالم الرؤية من رأني يعني كان يعرفني بصورة الحقيقية فيقول هذا هو النبي الآن إذا يجيب لكم صورة فوتوغرافية يقولون هذا من يعرف أن هذا هو النبي أول من يعرف فهذا إنما ينفع أمثال أبو ذار وسلمان الذين رأوا النبي في حياته ولا يشمل لنا المحقق القمي من يقبل هذا الجواب في القوانين ويقول بل بل واجيب بأنه ورد يذكر هذه الرواية هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤية في هذه الرواية المعتبرة على بعض المباني ومن يعرف أنه هو النبي الحسن بن فضال شاف النبي وقال للإمام الرضا رأيت النبي حسن بن فضال كان شايف النبي في حياته لا أمني عرف بإلهام من الله تعالى الطريق مو منحصر بأن تروا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حياته الله يلهمكم بأن هذا هو النبي فهذا الجواب الرابع أيضا محل إشكار والجواب الخامس هذه الروايات التي تقول من رآنا فقد رآنا دققوا في هذا الجواب لها عموم تشمل البعد التكويني وتشمل البعد التشريعي صحيح لا لدينا بعد التكوين وعدنا بعد التشريع من رآنا فقد رآنا ظاهر العموم للبعد التكويني والتشريعي عملا بصناعة الإطلاق والتقييد والتخصيص والتعميم عدنا عدنا مخصص لهذه الرواية تقول الأحكام القاتل لا يرث كيف تجمعون هذا العموم تقيدونه بهذا المقيد هذا متفق عليه بين كل المسلمين من رآنا فقد رآنا هذا يشمل بعد التكوين ويشمل بعد التشريع أكو رواية أخرى تقول في البعد التشريعي لا حق لكم أن تعتمدوا على رؤيا فما عدنا مشكلة إذا شفتوا النبي يبشركم بأن أوضاعكم ستكون إلى خير ذلك المرجع رأى الإمام الحج صلوات الله عليه في عالم الرؤيا أحاطت به مشكلات فرأى الإمام في عالم الرؤيا أول خاطب الإمام أنه أنا خادمكم أنا خادم من خدمكم كيف تتركوني لهذه المشكلات رأى الإمام الحج صلوات الله عليه في عالم الرؤيا وهو في حدود الأربعين فقال له إنا كنا معك والآن نحن معك وفي المستقبل نكون معك من رآنا فقد رآنا أما إذا القضية ارتبطت بالتشريع الرؤيا محجة ما الدليل على ذلك الدليل ما رواه الكلين في الكافي دققوا في هذه الرواية هذا مرآة العقول جزء خمسطعش صفحة أربعمية وثمانية وستين الرواية في كتاب الصلاة باب النوادر الرواية تمتاد في هذه الطبعة من مرآة العقول من صفحة أربعمية وثمانية وستين إلى صفحة أربعمية وثمانين يعني اثنعش صفحة تقريبا ما أريد أقرأ كل الرواية لاحظوا هذه الرواية علي بن إبراهيم شيخ الكلين ثقة عن أبيه ثقة عن ابن أبي عمير ثقة عن ابن أذين ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية الصحيحة قال ما تروي هذه الناصب النواصب ماذا يروون فقلت جعلت فداك في ماذا في أي موضوع فقال في أذانهم وركوعهم وسجودهم فقلت إنهم يقولون إن أبي ابن كعب رآه في النوم هذا إلى الآن موجود في كتب العام أن الأذان معتمد على منا هذا الأذان اللي المؤذنين في شرق الدنيا وغربها هذا يعود إلى منا النبي صلى الله عليه وآله كما يدعون كان متحير ماذا يفعل يريد أن يعلم المؤمنين بأوقات الصلوات فتشاوروا ماذا نفعل هل ندق الناقوس للإعلام هذا كالنصار هل ندق كاليهود هذا كاليهود هل نحرق نارا في أوقات الصلوات لنعلم أنه الفجر قد طلع نحرق نار نشعل نار حتى الناس يأتون هل ندق البوق اختلاف صار كما يدعون فقال عبد الله بن زيد إني رأيت الأذان في المنام وفي رواية من أن تشريع ألف دينا هذا الجواب بوحده كافي والقضية بديهية لا تحتاج إلى بحث يعني أي مرأة أي طفل أي كبير أي صغير يعرف هذه القضية أن مصادر التشريع معلومة مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع العاق أما واحد شاف بالمنام أن العصير العنبي إذا غلال لا يحرم أكو عاقل في الدنيا أو متدين أو مؤمن يقبل بذلك إذا نفتح هذا الباب إذا كل واحد يشوف في المنام رؤية يحدث نفسه بذلك فتنقلب كل الظوابط الشرعية كل المحرمات يمكن أن نحولها إلى محللات كل الواجبات يمكن أن نسقط وجوبها أكو مسلم يقبل هذا المطلع أكو واحد من عقلاء العالم يقبل أن التشريع يبنى على قاعدة الرؤية والأحلام أي عاقل ماكو في الدنيا يقبل ذلك فيما نعلم وأي متدين لا يقبل بوجدانه بذلك إذن الرؤية مهما كانت لا يمكن أن يبنى عليها حكم شرعي بهذه الرواية الصحيحة المعتبر وبارتكاز المتشرع وبإجماع علماء المسلمين وبإجماع علماء أهل البيت وبالذات في القضايا العقائدية التي هي في منتهى الخطورة والدقة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر